يثيره قانون التجنيد الإلزامي جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية وحتى السياسية ما بين مؤيد ومعترض ففي الوقت الذي تشهد فيه المؤسسات الأمنية فائضاً كبيراً يؤكد البعض على ضرورة إعداد قوة ساندة للهيكل الأمني الإشكال السياسي والملاحظات التي سجلت على فقرات قانون الخدمة الإلزامية داخل مجلس النواب قد رحلت قراءة مشروعه إلى الجلسة المقبلة دراسة الجوانب اللوجستية ومراعاة القدرة المالية الكافية لاحتضان الأعداد المشمولة بالتكليف من الشباب ركائز أساسية أكدوا على إكمالها أعضاء البرلمان قبل التصويت على قانون خدمة العلم راق الجنب المالية كبيرة جداً البنى التحتية ليس لدينا بنى تحتية لاستقبال هذه الأعداد نحتاج إلى وقت فيه كثير من المشاكل قد يعالج جزء من المشاكل الاجتماعية ولكن يسبب مشاكل أخرى حسب اطلاعنا ولقاءنا مع الوزراء والمعنين في الملف الأمني أكيداً نحتاج إلى دماء جديد شابة للقوات المسلحة جدلية الميول إلى كثة دعم تشريع قانون خدمة العلم لما فيه من أهمية في صناعة جيل جديد متماسك يؤمن بالمواطنة وروح القوة يقابلها تماسك بالرفض المطلق لتشريع هذا القانون داخل مجلس النواب لما فيه من فوارق طبقية لا يحتكم إليها الجميع هناك من يؤيد هذا القانون على أساس بعض الاعتبارات من بينها أن القانون يحقق فوائد اجتماعية من حيث ضبط السلوك الفردي للأشخاص وتنمية قدرات الشاب العراقي وهناك اعتبار مادي أيضاً ومالي في القانون من ناحية مسألة البدل النقدي لأن هذا في الحقيقة كثير من الفئات ستبتعد عن مسألة الدخول في الخدمة العسكرية المؤسسات الأمنية يوجد فيها الفائض الكبير من المنتسبين لكن الحاجة الماسة إلى صناعة قوة ساندة وداعمة للهيكل الأمني في حال حدوث أي تعرض طارئ هي من ألزمت البرلمان بطرح قانون خدمة العلم يقول نواب ويعول البرلمان على تهيئة الأرضية المالية واللوجستية لاستيعاب الأعداد الكبيرة المشمولة بقانون التجنيد الإلزامي قبل الذهاب إلى قراءته الأولى التي أجلت إلى الجلسة المقبلة من داخل الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أحمد ليث قناة الرابعة اشتركوا في القناة